اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في علاقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الأسبوع الماضي نشر ما يسمى بوزير القائد اللي هو يعني قصدون مقتدى الصدر تحت توقيع صالح محمد العراقي ودائما ما ينشر منشورات باسم مقتدى الصدر ويتحدث عن قضية محينة مرات هو يتحدث أو مقتدى الصدر باسمه الصريح يتحدث في هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها هذا المنشور تحدث عن عشر أسباب دفعت مقتدى الصدر هكذا يقول دفعت مقتدى الصدر والتأهر الصدري للانسحاب من العملية السياسية طبعا عشر أسباب طويلة ووقت البرنامج ربما لا يستحمل أن نذكرها كلها لكن سنذكر بعض هذه الأسباب التي جاءت على يعني في منشور صالح محمد العراقي ولكي نستغل الوقت بسرعة سندخل لهذه الأسباب يقول في واحد من الأسباب يقول لا تتم الحكومة يقصد أن أي حكومة في العراق لا تتشكل والحكومة المزمع تشكيلها لا تتم الحكومة إلا مع إشراك الفاسدين والتبعين والطائفين ولأن الحكومة بمعنى تشكل يجب إشراك الفاسدين والتبعين والطائفين فيها لذلك مقتدى الصدر تركها والتأهر الصدري طيب يعني هذا السبب يحمل مفارقة كبيرة تبكي أبتضحك لا أعرف ماذا لأنه أول سؤال يتبادر إلى ذهن أي مواطن عراقي يقول ما هو الجديد ما العملية السياسية من تشكيلها لحد الآن عشرين سنة عملية سياسية قائمة على المحاصصات الطائفية والقومية العرقية هذا واقع الحال ومحاصصات وطائفيين وفاسدين وتبعيين ومفسدين والخراب والعراق وصل إلى هذا المستوى ومقتدى الصدر يعترف بهذا يقول أن العراق يعني كل شي ما به الحقيقة طوال هذه السنوات ويدعو الناس لتدقيق هذا الموضوع أنه كل شي ما به للعراق لم يحصل فيه تغيير طوال هذه العشرين سنة طيب ما أنتوا كنتوا شركاء لكل هذه القوى الفاسدة والتبعية والطائفية طوال العشرين سنة على الأقل خمس حكومة نتحدث عنها لا نتحدث عن حكومة آد علاوي ولا أبراهيم الجحفري بس نتحدث عن ولا عن مجلس الحكومة بس نتحدث عن حكومة المالكي مرتين ثمان سنوات حكومة العبادي وحكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي مصطفى الكاظمي هذه خمس حكومات أنتم كل على لسان مقتد الصدر تقولون نحن قبة الميزان فيها في كل انتخابات جرت خمس انتخابات أو أكثر ستة أنتم قبة الميزان هكذا تقولون ولا يمكن لحكومة أن تتشكل إلا فيها التيار الصدري وطوال هذه السنوات كانت لديكم حقائب وزارية لديكم ستة وسبع حقائب وزارية ولديكم مناصب كبيرة في هذه السلطة مدنية وعسكرية وأمنية واقتصادية واجتماعية ومعرف منه خدمية آلاف الوظائف هذه تابعة محجوزة في التيار الصدري كيف لا تتحدثون بهذه الطريقة إذا كانوا إذا كنتم تعرفون أنهم مجموعة من الفاسدين والتبعين والطائفين كيف وضعتم يدكم بيدهم طوال عشرين سنة ووقفتم ضد الشعب ما هي هذه الفاسدين والتبعين والطائفين هم من دمر العراق أنتم وضعتم يدكم بيد من دمر العراق كيف هذا كيف تفسرون هذا وهذا ممنطقي هذا لا يقبل هذا الكلام يعني طوال هذه السنوات أنتم كنتم مؤسسين وداعمين ومؤثرين ومؤازرين لهذه القوى الآن تقولون أنه ذول فاسدين وتبعين وطائفين نحن نحن نجد يديهم ومشكل الحكومة وإياهم من تقبلكم من تشكلوا معاهم كل الحكومات التي السابقة ما الذي حدث هذه واحدة تقولون تقولون أيضا في نقطة أخرى يقول صالح محمد العراقي واحد من الأسباب التي جعلت مقتدى الصدر التهر الصدري ينسح لوقوف المستقلين بالحياد يقصد بالمستقلين الذين جاءوا للبرلمان وقالوا أنهم قوى مستقلة وإعداد من المستقلين دخلوا للبرلمان الجديد وهذا نتحدث عنها وتحدثنا عنها كثيرا لكن هو يقولون هكذا وقوف المستقلين بالحياد من مشروع حكومة الأغلبية الوطنية الإسباب تتعلق بالترغيب أو الترهيب أو عدم الثقة طيب السؤال هنا اللي طرح نرسل هل التيار الصدري ومقتدى الصدر يعرفون يعني واثقين أن هناك مستقلين في هذه الانتخابات وصعدوا للبرلمان أم هم يدركون أنه لا وجود المستقلين إذا كانوا يعني موهمين ويعتقدون أن هناك مستقلين فهذا وهم وهذا خراب وهذه مصيبة وهم لا يفهمون بالسياسة شيئا أما إذا كانوا يعرفون أن هؤلاء ممستقلين مثل ما يعرف الشعب العراق أن هؤلاء مجموعة يرشحوا بشكل فردي وهم تابعين لأعزاب وبعد الانتخابات وبعد التعام هل بدأوا يدخلون على الأعزاب وبدأوا القوى التي دفعت لهم ودفعت بهم ولا لا يمكن لقوى من يجل المستقلين شنو البيئة بيئة طائفية بيئة طاردة بيئة تبعية كيف يمكن أن هذه البيئة أن تنجب هذا الرحم أن ينجب المستقلين ويدفع بمستقلين ثورة تشتري لم تدفع أحدا هذه كذبة كبيرة والكل يعرفها ثورة دفعت ألف شهيد بالشوارع ان قتلوا سالت دماغهم ذول الشباب الحلوين 30 ألف واحد جريح انجرحوا والأمهات ثكالة وأطفال ومصائب صائب كبيرة كارثة كبيرة حلته العراق والميليشيات قتلتهم والحكومة هذه وكل الحكومات والقوان الأمنية يدفعون بقوة منهم لكي يشاركوا بالحكومة هذه سالة كلا أما خرجوا ضد الحكومة وضد العملية السياسية كيف يمكن أن يعقل هؤلاء الذين نضحوا بدماءهم يوافقون على الدخول في عملية مثل هذه عملية طائفية وبها تبعية وبها فساد وبها خراب ما هذه لا تعقل يعني حدث العاقل بما يعقل فبالتالي يعني إذا أنتم كنتم تعتقدونهم مستقلين فهذه كارثة وإذا كنتم تدرونهم مستقلين فالكارثة أكبر مصيبة أكبر يقول واحد من الأسباب أيضاً صالح محمد العراق يقول عدم مناصرة الطبقات الواعية كالإعلاميين والمحللين والكفاءات والتكنقراط وغيرهم لمشروع الأغلبية الوطنية بل وقوف وقوف بعضهم بالضد لا سيما مع الحرب الإعلامية المعادية هل تعرفون لماذا؟ هل يعرف مقتدى الصدري هل يعرف التارب الصدري لماذا؟ أم لا يعرفون أنا أتحدث عن الإعلاميين والمثقفين والتكنقراط هو هذا الحديث وأنتم تقصدون أكيد هذا تحدث عن هؤلاء الوطنيين العراقيين المخلصين للعراق مو ليتدعون الوطنيين مو ليتدعون الإخلاص مو ليتابعين الأعزاب وتابعين القوى وميليشيات مصايب لا وتابعين لهذه الدولة وذي جد دولة وهذا يتفعلهم وذلك يتفعلهم لا أنا أتحدث العراقين الوصلاء من الإعلاميين لأن الإعلام الآن يعني ما شاء الله يلم ما يلم فبيل كثير وتابعين الأحزاب وقوى للسلطة هذا هذا الشكل آخر من الإعلام هذا منا علاقبي نتحدث عن الإعلام الوطني نتحدث عن الإعلاميين وطنيين فكرة مملوث فكرة عراقي ولسان عراقي وقلب عراقي ومؤمن بالعراق وحب العراق هذا اللي نتحدث عنه كمثقف وإعلامي وتكنقراط وهذا ولا نتحدث عنه هم أنتم تتحدثون أكيد عن هؤلاء إذا كنتم تتحدثون عن هؤلاء ونحن نتحدث بالتأكيد عن هؤلاء فهؤلاء يعني كنتم ثقتهم أنتم كنتم يعني طوق النجاة لكل الحكومات التي مضت كل حكومات والعملية السياسة تسقط يدخل التيار الصدري ومقتضى الصدر وينقذون العملية السياسية وتذكروا من 25 شباط ومباعته كيف جرت الأمور ومن أنقذ العملية السياسية ومن أنقذ الحكومات وهذا واقع الحال وتكلمون شيء وتتصرفون بشيء آخر وتعلنون شيء وتتصرفون عكسه يعني تعلنون وقوفكم مع الشعب وتقفون ضد الشعب وهكذا تناقضات غريبة عجيبة أفقدت الناس أفقدت هذه القوى ثقة بكم ما هو هذا السبب؟ هذا السبب اللي يخلاهم يقفون ياكم واحد من الأسباب الأخرى والمهمة يقول عدم وجود مناصرة شعبية لذلك على الرغم من الأغلبية متعاطفة مع مشروع الأغلبية الوطنية ونفسي سؤال هل تعرفون لماذا أم لا تعرفون؟ والشعب هذا يعني ملأت قلبه جروحاً وملأت روحه جروحاً بسبب تصرفاتكم بسبب التناقضات بسبب التصرفات بسبب أقوالكم وأفعالكم أترككم بخير الأعزاء المشاهدين وقت هذا الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستردعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة